أهلا وسهلا فيكم من الجديد وفي أولى محطاتنا كثير من النساء بتفضل ارتداء الكعب العالي لكونه يعد عامل من عوامل الأناقة اللي بتطفيرونه خاص في المناسبات والزيارات الرسمية لكن ما الأضرار التي قد يسببها الكعب العالي على صحة المرأة وسلمتها أسئلة منوعة نترحل اليوم على أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور محمد أبو سلمة معنا من داخل الستوديو صباح الخير يسعد صباحك كيف أصبحت الحمد لله نحمد الله نشكرا يمكن أن الناس معتادة أو حتى النساء متعودين يتناقشوا هذا الموضوع فيما بينهم ولكن اليوم رح نقدم إجابات من ناحية طبية على هذا الموضوع فالسؤال الأول رح يكون كيف بيأثر الكعب العالي على صحة مفاصل وعظام النساء طبعا أكيد إحنا لازم نعرف أول شي أنه طبعا القدم خلقت إنا مشا نمشي عليها طبعا هي بتحمل كل وزن الجسم ووضعته بطريقة معينة أن يكون توزيع الوزن على القدم على ثلاث محاور اللي هي بتكون طبعا أساسة اللي هي الكعب بيكون تحت الإصبع الكبير وطبع حتى الإصبع الصغير بشكل مثلث طبعا عندما السيدات تلبسن الكعب العالي طبعا بيختلف هذا المعادلة النهائيا تختلف ليش؟ لأنه بتم رفع الكعب إلى الأعلى حسب طبعا ارتفاع الكعب هذا الارتفاع بيؤدي إلى توزيع الضغط على القدم بطريقة مختلفة جدا طبعا توزيع الضغط بطريقة مختلفة هو اللي بسبب الأضرار في القدم سواء التشوهات أو المشاكل بالدورة الدموية أو على المرابط أو على العظام والمفاصل فهي إلها كثير مضاعفات يعني إذا ممكن نحكي فيها واحدة واحدة طبعا أول شيء طبعا هو الارتفاع الكعب إلى الأعلى بارتداء الحذاء الكعب العالي بيأثر على طبيعة مفصل الكاحل المفصل الكاحل هو موضوع بطريقة معينة أنه يمشي الإنسان عليه ويكون وين ونطقت الضغط لكن إنت لما ترفع الكعب بيختلف الضغط على المفصل فهي طبعا بأدي إلى اهتراء الغضروف أسرع من اللي هو المتوقع له فعملين كل مكان الكعب أكثر رح يصير الضغط أكبر يوم نشوف خمسة سبعة مثلا عشر اتناعشر سانتي وفي ناس أكتر صحيح طبعا هذا بأثر على الغضروف بأدي إلى تآكله واهتراءه وطبعا بسبب مشاكل بعدين مستقبلية طبعا في غناء عنها طبعا كمال الكعب العالي خاصة إذا كان هو الكعب اللي نسميه المصمار يعني يكون رفيع كثير ممكن يختل توازن السيدة أو البنت أو بلبس الكعب العالي فهذا بأدي إلى وكوحه فهذا بساوي عندها التواء بالكاحل ممكن تمزق بمرابط الكاحل وهو المفصل ممكن حتى حتى يصير عندها كسور في هذه المنطقة طبعا احنا كل هذا كمان بالغناء عنه هذا بالنسبة لمنطقة الكاحل الآن الضغط ما رح يكون كل ياته على منطقة الكعب والكاحل كمان رح تصير فيه توزيع بالضغط على الأصابع لأنه زي ما بتعرف انت بكون فيه ميلان حاد طبعا هذا بكون كله على رؤوس الأصابع طبعا هذا بسبب تشوهات في الأصابع اللي نسميه الهمرتو أو اللي هو الإصبع زي بالحكيب الشاكوش بيختلف شكل وضعية الإصبع طبعا بصير السيدة تمشي على رؤوس الأصابع بصير عندها بناء لحم ميت كمان المفاصل ممكن يصير عندها في بعض التشوهات وبناء جلد ميت ممكن يكون مؤلم كمان في الإصبع الكبير ممكن يصير فيه انحراف إلى الخارج شفت كيف اللي نسميه بنيون يعني اللي هو بصير بصير منطقة المفصل من هون بارزة أكثر من لازم بصير فيها إحمرار أو التهابات طبعا هذه ممكن في المستقبل تسبب إلى أن تعمل السيدة عمليات تصحيحية لأنها بصير تير مؤلمين ما تكررت يعني أنت عم تحكي هلا عن أعراض ممكن تكون آنية فبالتالي هي مع الوقت وعى المدى البعيد ستعمل مشاكل طبعا هي مع المدى البعيد طبعا هي على المدى القريب ستصير عندها ألام كثيرة في القدم طبعا لو تلبس الكعب العالي أكيد بتعرف هذا الشيء إنه لما تلبس الكعب العالي وتمشي فترة طويلة فيه أكيد بتروح على البيت يعني إجريها تعبنات كثير يعني طبعا هذا الآني طبعا مع الوقت ومع كتر الاستخدام بصير هذا الشيء يعني هذه ممكن نحطها ما بين تشوهات ممكن تصيب القدم ممكن تشوهات مستقبلية كمان بتأثر على الدورة الدموية في الرجلين لأنه طبعا إحنا وضعية القدم بالطريقة هذه المائلة جدا بتأدي إلى انحصار الدم في مناطق معينة فممكن يصير عندها كمان اختلاف توزيع الدم في القدمين فبسببها كمان إرهاق وتعب طبعا مع الوقت ممكن يسبب أمور تاني اللي هو تسكير ممكن بشرين الصغيرة وسبب ألام وخدران بالأصابع وأن الواحد مثلا في مناطق معينة من القدم يقول لك والله أنا ما بحس فيها طبعا ليش هد بيجي كمان كل من الأحدي الضيكة وتوزيع الضغط بشكل خاطئ على هاي المناطق وكثير مرت مشار كمان بألم في أسفل الظهر يعني بس الناس كمان تلبس كعب أو بنسمع الناس بتقول تشكين هذا الموضوع طبعا لما الكعب يكون عالي أكيد رح يرتفع الكعب رح يميلوا الركب للأمام عشان تعرف المرة تمشي لازم توازن حاله رضعية معينة لازم يميلوا الامام طبعا وضعية الظهر تزيد تقوص طبعا فيه تقويصة طبيعية موجودة في أسفل الظهر عند كل إنسان لكن مع لبس الحذائي العالي تزيد التقويصة هذه فبصير الضغط على المفاصل أكثر فطبعا بصير عندهم وجع أكثر فمعظم أو كثير خلا نكون تسعين أو خمس و تسعين مئة من اللبس الكعب العالي بصير عندهم ألم في أسفل الظهر مش بس كمان في أسفل الظهر وطبعا بصير عندهم مشي هكي بالحوط بالعمود الفكري ككل ممكن يصير عندهم بالركبة وممكن يصير عندهم ألم بالرأس لأن كل العمود الفكري وعبارة عن سلسلة مربوطة مع بعض يعني أنت في النهاية تحكي عن جميع المفاصل بالنهاية خاصة الناس المعتادة يمكن تلبسوا بشكل دائم ويومي ويمكن رح نحن نحكي عن هاي النقطة أكثر فيما بعد ولكن ذكرت من خلال إجابتك أنه في الكعب نسميه كعب المصمى الهورفيع أساساً النساء لا يستطيعون أن يسيطروا على التوازن هل هذا يشير أنه إذا كان الكعب عريض ممكن يكون أخف ضرراً؟ بمعنى كل مكان أعرض واليوم نشوف أنه كمان في أشكال من الكعب لتكون كاملة على كل مستوى الحذاء طبعاً أكيد يعني إذا كان الكعب عريض يكون أفضل يعني هو شر لابد منه يعني طبعاً اليوم هو ارتداء الكعب العالي هو عبارة عن موضة جديدة موجودة طبعاً إلها رونكها الخاص فيها خاصة في المناسبات في بعض الأحيان لا شك أنه ما بقدر نحكي أنه ما تلبسها المرة طبعاً نهائياً لكن إذا لبستها ممكن تختار الحذاء المناسب أكثر بينقوسين أكثر طبعاً كل مكان الكاعدة تبعت الكعب أوسع أعرض كل مكان أفضل لأنه هي كي بتحافظ على توازنها أكثر بكل عندها نسبة حدوث حوادث التواءات تمزق في المرابط كسور في هذه المناطق طبعاً طبعاً كلما زاد الارتفاع زاد الميلان الميلان هو اللي بسبب المشاكل بشكل عام لكن بالنسبة لحجم الكاعدة هي بس تخفف تحد من نسبة الحوادث والالتواءات والكسور والتمزقات يعني بس هذه الفكرة هي ممكن تساعد لهذا الشر الذي لا بد منه هل هناك فوائد؟ أي من الفوائد الممكن يعني على اتداء الكعب إذا كان كل مكان أعرض كما أنت قلت طبعاً فوائده يعني ممكن تكون فوائد نفسية بالنسبة للمرأة طبعاً هو لبس الكعب يعني ممكن يعطيها رونك معين في بعض الناس بيحكوا بيجونا بيحكوا أنتو بتحكوا الكعب العالب الضر أنا مميس الكعب العالب بروح واجع ظهري مثلاً ممكن ولكن هذا ليس من ناحية إثباتات تعليمية لا ممكن هناك تقويسة الظهر هي لازم تكون موجودة بطريقة معينة في أسفل الظهر كل إنسان لديه تقويسة معينة لكن هناك أشخاص لا يوجد تقويسة لأسباب معينة إما أنه ضعف في العضلات أو خلقه لا يوجد تقويسة فهذا يكون لديهم آلام لأنها أصلاً ليست موجودة التقويسة عندهم الكعب يعطيها التقويسة ممكن إذن تقويسة معينة فعلاً يخفف الضغط على العمود الفقري ففعلاً هناك أشخاص يرتاحوا على الكعب هناك أشخاص لأنه حكيت البداية 90% إلى 95% يتعبوا منه هناك أشخاص يرتاحوا على الكعب ولكن هناك أشخاص حالات قليلة جداً لأسباب معينة في تكوين جسمهم حتى هناك أشخاص لأن الكعب العالي يمكن أن يكون تخفيف الضغط على الركب خاصة إذا كان عنده اهتراق بالصابونة لأن الكعب العالي يدفع الجسم الأمام فبكل الضغط على الصابونة نحن لا نشجع على ربس الكعب العالي لكن في بعض الأحيان فوائد ربما لابد من استشارة طبية لكي يتأكد في هذا الجانب سؤالي هل هناك أمراض معينة ينصح بأن الأشخاص المصابين فيها عدم ارتداء الكعب العالي؟ ممكن تكون شرايين ممكن تكون هشاشة عظام طبعاً أكيد طبعاً إنها زي ما حكينا في البداية كل الأعراض اللي ممكن تصيب القدمين من تشوهات من أمراض مستقبلية طبعاً أي شخص معرض أن يكون هاي الأمور اللي منحكي عنها ممكن تصير معها في المستقبل بشكل أسرع بدون الحداء طبعاً لازم يستغنع الحداء مثلاً اللي عندهم مرض السكري طبعاً اللي عندهم مرض السكري هم معرضين بدون ما يلبس الكعب العالي إنه يصير عنده مشاكل في الأعصاب طبعاً نحن ما حكينا عن مشاكل العصاب اللي ممكن تصير في مقدمة القدم ممكن يصير عنده مشاكل العصاب الخضران الدورة الدموية ممكن تصير قليلة ممكن المفاصل طبعاً مرضى السكري بكون عندهم الهشاشة يعني مبرمجة إنه يصير عندهم هشاشة في المستقبل ممكن لأنهم طبعاً الأسباب التروية والأعصاب وطبعاً بس أي شخص عنده مرض السكر إحنا طبعاً ننصحه ما يلبس الكعب العالي أو اللي عنده تشوهه خلقه من البداية يعني في ناس عندهم مشاكل إفلات فوت مثلاً في ناس عندهم الكاحل بشكل عام مائل إلى الداخل طبعاً لهم يلبسوا أصلاً ضبانات لازم يلبسوا ضبانات يعني ما فيهم يلبسوا كعب لأنهم عرضي أنها تلتوي القدم عندهم أسرع من غيرهم يعني تقريباً هذه الحالات الأساسية لو سألت عن تأثير العمر يعني اليوم أنت قلت أنه موضة وهي فعلاً عم تشتاح حتى أعمار صغيرة بنشوف ناس بأعمار صغيرة مثل من 15-16 سنة عم يلبسوا كعب عالي قديش بتأثروا أو قديش بكونوا عرضة للتأثر بشكل أكبر من غيرهم لسه طبعاً هو طبعاً عند الفتيات الصغيرات لسه في سن المراهكة طبعاً ممكن تكون القدم لسه ما تكونت كاملة يعني ممكن تكون لسه عم تكبر رجلها طبعاً في هذه المرحلة يعني ممكن تكون عندها أنه تصير في عندها رخاوة مستقبلية في المرابط لأنه تصير تأخذ الإجر وضعية معينة لسه الإجر مش ثابتي يعني مش كاملة البناء طبعاً الكعب العالي ممكن أثر على أنه يشكل العظم بطريقة مختلفة يشكل المرابط بطريقة مختلفة يسبب عندها قصر في العضلات خاصة العضلة اللي هي اللي مسميها العضلة الخلفية من الساق أو الوطر الأخيل اللي هو اللي مو بسبب ألام كبيرة طبعاً مع لبس الكعب العالي طبعاً كلما كان الشخص أصغر سناً بتصير عنده طبعاً أكيد المشاكل أكثر لأنه جسمه قابل أنه يتغير بهذه الفترة أكثر من الستة الأكبر من هذا العمر نوع الحذاء هل بخلق فرق؟ ببعنى إذا كان في أنواع ممكن تكون أساساً رديئة في أنواع ممكن تكون بتميل أكثر إنها تكون طبية أو أكثر راحة تعمل فرق بالنسبة للكعب بالتحريد؟ طبعاً إحنا بنحكي الكعب بشكل عام لحديث يعني ارتفاع أربعة سنطة خمسة سنطة يعني هذا هو اللي ممكن إحنا نحكي عنه الوضع ممكن الواحد يتكبله أكثر من هيك راح يسبب مشاكل مع الوقت هذا الأربعة سنطة مش موجود بحساباتنا طبعاً إحنا بنبدأ من سبعة وفوق يعني طبعاً أكيد يعني بس أن الأربعة والخمسة على الأقل ممكن يكون أقل ضرر طبعاً يعني يكونوا أقل ضرر طبعاً ما في مشكلة فيها حتى في ناس كما حكينا ممكن يكونوا يرتاهوا على هذا الشيء أحسن من غيرهم طبعاً كلما كان الكعب أعرض وكلما كان نوعيته أطرة يعني بيكون طري واسفنجي أكثر طبعاً بيكون أحسن من بيكون الكعب الجامد أو الصلب لأنه طبعاً بيكون اهتزازات الجسم بيمتصها الحداء طبعاً من أحد هداف اللبس الحداء اللي هو الراحة أكيد الراحة اللي بيكون كعبه رسمي كعب صلب أكيد راح يكون عنده يعني عنده ألام بالقدمين أكثر من غيره لأن الحداء ما عم بيمتص الهتزازات الناتجة عن المشي اللي إحنا أصلاً ما بيحس فيها بشكل مباشر لكن هي موجودة طبعاً الحداء كلما كان طريق أكثر من تحت كلما كان أخمل أكثر سمكة يعني طبعاً ما يكون أفضل لأنه بيمتص اهتزازات الجسم ووزن الجسم أكثر إحنا عشاني كمان أنا ما بنصح لبس البلاي طبعاً ما بنصح لبس البلاي لأن البلاي كثير وواطي كمان والبلاي عادي تكون أرضيته كثير صلبة برضو بسبب ضرر هيك حيرتنا لا ما حيرتك البلاي طبعاً هو بكون اللي أنت تلبسي إشي وبواطي كثير لا ينصح فيه يعني ينصح يكون برضو بشكل عام البلاي يكون خميل من تحت على كل المستوى ويكون ارتفاعه تقريباً 1 إلى 2 سنتي وحتى على طول الحداء ليس مشكلة بس ما يكون كلها تواطي ويكون صلب برضو سيئ بسبب مشاكل بسبب أكثر المشاكل بسبب اللي هي المسامير العظم أو الوجع بالألم بالكعب فإذاً مش كل مكان أوطى كل مكان أريح هذا يعني لا 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 إحنا إذا تحتاج إلى الحداء الطبي له مواصفات معينة لا الكعب العالي طبي ولا البلاي اللي إحنا متعارفين عليه لهول بكتير واطي هذا برضو مشتب ارتفاع متساوي سنتي واحد على طول الحداء هذا ممكن يكون مريح وهم نحكي للجنسين ممكن يكون مريح وطبعاً من الخلف يكون أعلى شوية صغري من الأمام لو حتى متما حكيت لك لو كان 2 سنتي من الورد 3 سنتي من مشكلة بس يكون طري ما يكون صلب يعني ما يكون البطاقة يعني تمشي فيه ممتاز هذه كمان معلومات جديدة ممكن تكون لكثير من المشاهدين أخيراً يعني إذا كان هناك أشخاص يعني بارتدوا الحذاء العالي بشكل يومي فاليوم عرفوا ممكن تكون المقدار الآنية وبعيدة المدى ولكن هل هناك صائح ممكن توجهها للنساء من ناحية طبية إذا ما شعروا في ألام آنية عند ارتداء الكعب هل هناك تمارين أو هل هناك توصيات خاصة يومية ممكن يتفادوا هذا التأثير الأكبر يعني ننقلله إحنا عرفين أنه يعني أكيد سيكون فيه هناك مخاطر ولكن لتقليله هل فيه نصيحة ممكن تقدمها؟ أكيد طبعاً يعني 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 لبس الحذاء الكعب العالي طبعاً إحنا بنحب نكون بس بالمناسبات بالأفراح السعيد إن شاء الله دايماً ما يكون لأي سبب مش لأي طلع على أي كده يعني تقليل من لبس الحذاء الكعب العالي بكون أفضل طبعاً إذا لابد منه بعد ما الإنسان روح البيت مثلاً نحط رجلي بمية سخنة مع ملاحة يدلكهم، يمسجهم العضلة اللي هي الخلفية من الساك أو الوطر الأخل هو أكثر عضلة ممكن تصير فيها ألم بهذه المنطقة فممكن يعملها لو تدليكات على أساس إنه تجنب حدوث ألم آنية بعد لبس الحذاء الكعب العالي وهو تمارين معينة، مسجات، تدليكات طبعاً استخدام كريمات معينة لأنه ممكن زي ما حكيت لك مقدمة الأصابع ناتجة عن الميلان بيكون عليها الضغط عالي فبصير عندها نشفان وممكن يصير عندها بناء لحم ميت وبكون كتير مؤلم هذا الشيء فيعني من هذا الأساليب الوقاية شكراً كتير لك وعلى هاي النصائح والمعلومات في هذا الصباح يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد نهارك سعيد، شكراً إليك شكراً